موسيقى احييكم والتغطية من العربية ما زالت مستمرة للحرب في اوكرانيا نبدأ بابرز العنوين بوتن يتهم اوكرانيا بتهديد الامن القومي الروسي ويشبه العقوبات الغربية باعلان حرب وزيلنسكي ليس متأكدا من استمرار التفاوض مع روسيا ولافروف يعتبر حديثه لا يدعو للتفاؤل الكريملين يؤكد ان العقوبات الغربية على روسيا لا تعني عزلها ويقول ان الغرب ليس كل العالم واخراج المدنيين من ماريو بول معلق واتهمات متبادلة بين موسكو وكييف بافشال العملية موسيقى 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 موت هارك We gro رسيسي المنزل لم يتمكن الأمام المنزل لكنها تتمكنكن من الموضوعين في شخص 30 أكثر من المنزل 10 أكثر من أكثر في مضانومة رسافوية وإنهان فقط في الثاني لديه لعمل ومع بداية هذه الساعة في تغطيتنا للحرب في أوكرانيا هذا خبر عجل من الدفاع الروسية التي تقول بأنها سيطرت على قاعدة عسكرية أوكرانية خارج خرسون إذن حسب الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية خارج خرسون نتابع الآن من هذه التغطية قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن خطط أوكرانيا تزعزع أن روسيا القومي مؤكداً إمكانية فرد بلاده حالة طوارئ جزئية قد تتحول لكاملة إذا ما تطورت الأحداث عملنا على تنفيذ الالتزامات والاتفاقات كي لا نصعد الوضع في شرق أوكرانيا الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في لوغانسك ودونتسك والسلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد أمننا القومي قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن قيم الحرية والديمقراطية والأمن أصبحت مهددة في أوكرانيا ودول الجوار بسبب التحركات العسكرية التي تقوم بها القوات الروسية نحن نلتقي في هذه المرحلة الصعبة في تاريخ العلاقة بين بولندا والولايات المتحدة وكحالف لنا هناك الكثير من القيم التي تجمعنا أبرزها الحرية والديمقراطية والأمن والسلام وهذه القيم أصبحت مهددة في أوكرانيا والمنطقة بشكل عام الشعب البولندي على مجيدا أهمية مسألة الدفاع عن الحريات ونحن نقف في هذا معا سندعم أوكرانيا وسنعمل على وقف الاعتداء من الجانب الروسي في النيتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي بولندا تلعب دورا فعالا ومهما في الاستجابة السريعة لهذه الأزمة من خلال دعم العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وتقديم المساعدة للأوكرانيين التعاون الدفاعي بين البلدين أصبح قويا فلقد ضعفت الولايات المتحدة القدرات العسكرية في بولندا وسندفع على كل أراضي النيتو دعا وزير خارجية بولندا خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى وقف الاعتداءات في حق المدنيين من طرف القوات الروسية مشيرا إلى أن بلاده استقبلت نحو 7 ألاف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية الأزمة بولندا لن تعترف أبدا بهذا الاستيلاء الذي قامت به القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية هم يحاولون كسر إرادة المقاومة الأوكرانية وبالتالي فإن عملنا هذا يعتمد على تحديد الانتهاكات التي تم ارتكابها وكيف يتم تصنيفها كجرائم حرب أدعو روسيا لوقف اعتداءاتها في حق المدنيين وأدعو كل الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني أدعو لوقف النار وصفك الدماء في هذا الخلاف الروسي الأوكراني واحترام المدنيين وعدم استهدافهم وضرورة إيجاد تفاهم من أجل تجنب وقوع المزيد من الضحايا هذه الأزمة الإنسانية يجب تداركها ويجب تنظيم وصول المساعدات بولندا صدفت لحد الآن 7 ألاف لاجئ من أوكرانيا بغض النظر عن الجنسية أو العرق رئيس بلا روسيا يقول في هذا الخبر العجل أيضا على شاشة العربية قادرون مع روسيا على تحمل العقوبات الغربية المفروضة علينا إذن رئيس بلا روسيا يقول بأنهم قادرون مع روسيا على تحمل العقوبات المفروضة عليهم من قبل الغرب قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة ABC News إن الولايات المتحدة ليس لديها شك في أن ما وصفه بالقصف الروسي العشوائي على أوكرانيا سيزداد في الأيام المقبلة وأضاف المسؤول أن ما لا يقل عن 500 مقاتل أجنبي دخل أوكرانيا أمس الجمعة للمشاركة في القتال ضد روسيا سورجي لافروف وزير الخارجي الروسي أوضح أن الجيش الروسي يقصف فقط أهدفا عسكرية أوكرانية لا مدنية لا شك نحن تحدثنا منذ الفترة الأولى بأن القوات المسلحة الروسية تضرب ضربات محددة ودقيقة فقط للبرى التحدية الأوكرانية والجيش الروسي يقصف فقط أهدافا عسكرية أوكرانية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الجيش الروسي لم يحقق أهدافه من العمليات العسكرية على أوكرانيا التي فقد فيها عشرة ألاف جندي من قواته قائلا أنه كان بإمكان روسيا أن تمنح جنودها شيئا آخر غير الموت لم يصل الجيش الروسي إلى أهدافه رغم أن عدد القتلى في صفوف الروس بلغ قرابة عشرة ألاف جندي وهو رقم مرعب هم شباب تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وعشرين عاما إنهم جنود لم يتم توضيح سبب إرسالهم للقتال لماذا تم إرسالهم إلى أرض أجنبية كان بإمكان روسيا أن تمنح هؤلاء الناس شيئا آخر وليس الموت ورئيس بلاروسيا يقول الآن سنصبر عاما واحدا بعدها سيأتي الغرب معتذرا ومتوسلا لعودة التعاون إذن حسب رئيس بلاروسيا قال بأنهم سيصبرون عاما واحدا وبعدها سيأتي الغرب معتذرا ومتوسلا لإعادة التعاون سقطت قذيفة في محيط مقر لتدريب المدنيين في إحدى ضواحي العاصمة كياب وذلك أثناء تغطية مباشرة لمراسل العربية حذيف عدل لا أخاف أن أصنع المرتوف لا أخاف استخدام المرتوف لا أخاف حتى إذا اضطررت إلى حملة السلاح والقتال ما الذي يحدث يبدو أن هناك هجوم أو ضرب يستمع إليه حذيفة الآن أصوات تأتي متابعة لآخر المواقف وتصريحات روسية تنضم إلينا من موسكو مراسلة العربية كاتيا تومي أيضا من الحدود البولندية الأوكرانية ينضم إلينا موفد العربية حسين قنيبر كاتيا أبدأ معك أبرز التصريحات والمواقف لوزارة الدفاع الروسية خاصة منذ قليل كانت تحدثت بأنها سيطرت على قاعدة عسكرية خارج خرسون مساء الخير ميسون بالفعل كما تقولين منذ قليل كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قامت بسيطرة على قاعدة عسكرية تعود القوات الأوكرانية هي تقع بخرب منطقة خرسون وأن القوات الأوكرانية قامت برمي جميع الزخائر والأسلحة والهرب من هذه المنطقة روسيا وعلى لسان وزارة الدفاع قالت وعلى الرغم من فشل عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين من مدينة ماريوبول قالت أنها مستعدة لمتابعة هذا العمل مع الجانب الأوكراني ومع أيضا موظفي الأمم المتحدة والصليب الأحمر كانت قد قالت أن روسيا لبت جميع مطالب أوكرانية والتي كانت تخص هذه العملية من وقف إطلاق النار وتحديد الوقت لبدء عملية الإجلاء ولإنهاء عملية الإجلاء والطريق الذي تم تأمينه كما قالت روسيا من الممر الإنساني لخروج هؤلاء الموطنين ولكن هذه العملية فشلت وعطت القدرة للجانب أو القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المدينة للاستعداد والتقدم طبعا كانت الدفاع قالت منذ قليل أن هؤلاء القوات الأوكرانية الموجودة في مدينة ماريوبول قاموا باحتجاز أيضا مجموعة من الطلاب الباكستانيين هذا بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب العرب حتى المتواجدين في مدينة ماريوبول هناك نحو 200 مواطن أردني ونحو 40 مواطن مصري هم الآن متواجدون داخل هذه المدينة طبعا كما تعلمين منذ الصباح روسيا كانت قد أعلنت وقف عمال القتال لفترة تمتد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة وعملية الإجلاء من المفترض كانت أن تبدأ الساعة الثانية عشر ولكن لم يخرج أي أحد طبعا تهمت روسيا القوات الأوكرانية بأنها تمنع المواطنين من الخروج بينما أوكرانيا قالت أن روسيا هي من تقوم بإطلاق النار وهي التي منعت من خروج المواطنين وإجلائهم روسيا دعت الآن على لسان وزارة الدفاع بالمجتمع الدولي ليضغط على كييف للمساعدة والتأمين حياة هؤلاء المدنيين العالقين داخل هذه المدن المحاصرة ميسون أحسين بالنسبة لزيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى بولندا وخصوصا زار بعض المناطق الحدودية هل يمكن أن تعطينا التفاصيل عنها قبل أن نعود ونتحدث عن موضوع اللاجئين؟ نعم هو وصل إلى مطار جيشوف وهي مدينة صغيرة تبعد عشرات الكيلومترات عن الجانب الحدودي لبولندا مع أوكرانيا لكنه عاد وانتقل إلى أحد المعابر عند الحدود أحد المعابر التي تصل إليها أعداد كبيرة من اللاجئين زيارة بلينكين تأتي في إطار جولة له بعد بلجيكا يزور بولندا حاليا وغدا سيتوجه في الساعات المقبلة بالأحرى سيتوجه إلى مولدوفيا وهي إحدى الدول المحاذية لأوكرانيا والتي تستقبل لاجئين أيضا ثم يتوجه إلى دول البلطيق الثلاث إسطونيا، لاتفيا وليتوانيا من بين أهداف زيارة بلينكين لبولندا شكر هذا البلد على الترحيب الحار باللاجئين القادمين من أوكرانيا والاجتماع أيضا مع رئيس الوزراء مع وزير الخارجية البولندي أيضا وكذلك مع مسؤولين عسكريين لمناقشة خطط عسكرية لحلف شمال الأطلسي وبولندا عضو في هذا الحلف ننتقل الآن إلى موضوع اللاجئين ما زال المشهد كما هو مع اختلاف في وطيرة الواصلين كنا نتحدث ميسون معك في مرسلات سابقة عن حافلة واحدة وصلت هل الأعداد ما زالت في تزايد مستمر؟ أم على العكس خفت أعداد اللاجئين الذين يتوجهون إلى بولندا؟ للأجيب على سؤالك سنقوم بأحصاء الحافلات الواصلة كنا سابقا نتحدث عن حافلة واحدة تصل كل ربع ساعة فإذا بنا الآن نتحدث عن حافلة وحافلتين ثم حافلة ثالثة خلف الثانية ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة لا يستطيع النظر من هنا أن يحصي عدد الحافلات الواصلة هذا غير مسبوق ميسون الأعداد تتزايد بوتيرة غير مسبوقة من هنا ربما ننتقل خلال عشر ثوان إلى مركز تجاري تحول طبعا هذه الحافلات هنا تنتظر الواصلين ينزلون من الحافلات التي شاهدناها إلى هذه الحافلات التي توزعهم على عدة مدن بولندية هذه الحافلات يصعد إليها اللاجئون الواصلون من المعبر يصعدون إلى هنا ليتوزعوا بعد ذلك على عدة مدن بولندية وربما على دول أوروبية مجاورة لا تتسع الأماكن هنا لاستقبالهم هذه الأماكن المؤقتة لاستقبالهم لا تتسع ففتحت المراكز التجارية أمامهم طبعا مشاهد الحافلات هنا عددها كبير تنقلهم تنقل الواصلين من المعبر إلى مدن بولندية مختلفة وإذا بقيت لي دقيقة واحدة مشهد في مركز تجاري ربما نصوره لكم يعطي فكرة عما هو حاصل داخل المراكز التجارية التي يعاد النظر بتركبتها من الداخل لتستقبل هذه الأعداد الكبيرة أحسين سأتركك تدخل لنذهب لكاتيا ومن ثم أعود إليك ريثما تكون تمكنت أنت وزميلنا المصور من دخول هذا المركز كاتيا هناك خبر عاجل الآن داخلية روسيا تحذر من المشاركة في تجمعات غير مرخص لها في البلاد واليوم أيضا كان هناك قوانين تجرم من يتحدث عن قتل الجيش أو ما يخص الجيش ماذا لدينا من تفاصيل حول هذا الموضوع وأيضا قبل أن تعطينا الإجابة كاتيا لتوانيا تقول أمريكا ستنقل كتيبة مدرعة إضافية إلى أراضينا إذن لتوانيا تتحدث عن أن أمريكا ستنقل كتيبة مدرعة إضافية إلى أراضينا كاتيا تفضلي صحيح ما تقول لي ميسون الداخلية قالت منذ قليل أنها تدعو إلى عدم التجمع أو الخروج إلى الشوارع للتظاهر بدون ترخيص وهذا طبعا القانون الروسي هو يمنع تظاهر فيما لم يحصل المواطن الراغب الخروج إلى الشارع على ترخيص من السلطات روسيا قالت في وقت سابق أنها لن تقوم بإعطاء ترخيص الآن بسبب الحالة الوبائية كان إلى ذلك خرج المواطنون إلى الشارع الروسي في أكثر من مدينة روسية لدعوات للرئيس الروسي من أجل وقف هذه العملية العسكرية وتم طبعا اعتقال بعض المواطنين بسبب أن هذه التظاهرات كانت مخالفة القانون وغير مرخص لها طبعا أما بالنسبة للقانون الذي وقعه للرئيس الروسي يوم أمس وكان يخص طبعا كل المعلومات التي تنقلها المواطنون الروس والتي هي تخالف ما يتم إعلانهم من الجهات الرسمية والحكومة والسلطات ووسائل الإعلام الرسمية طبعا فيما يخص بالتحديد هذه العملية العسكرية حول عدد قتلى في صفوف القوات الروسية كان طبعا روسيا قد أعلنت أو كشفت عن عدد القتلى والذي هو طبعا يخالف ما تداولته بعض وسائل الإعلام وطبعا هذا يأتي في إطار الدعاية أو الحرب الإعلامية المتبادلة خلال هذه المعركة لذلك قام الرئيس بتوقيع مثل هذا القانون الذي يحمل المواطن الروسي الذي يقوم بتداول مثل هذه المعلومات المخالفة بالسجن لمدة تصل حتى 15 عاما أو حتى تغريمه مبلغا ماليا بالطبع بالإضافة إلى تغريم الأشخاص الذين يتداولون هذه المعلومات يتم تغريم أيضا الأشخاص الذين هم يدعون للخروج إلى الشارع من أجل الوقوف ضد هذه العملية العسكرية التي بدأ بها الرئيس الروسي في أوكرانيا سأذهب إلى حسين ولكن أيضا الصحة العالمية تدين أيضا الهجمات على منشآت صحية في أوكرانيا وتقول بأن هذه الهجمات على المنشآت الصحية في أوكرانيا قتلت ستة وجرحت أحد عشر شخصا إذن حسب الصحة العالمية الهجمات على المنشآت الصحية في أوكرانيا قتلت ستة وجرحت أكثر من أحد عشر شخصا حسين سأذهب إليك هل تمكنت من الوصول إلى داخل المركز لتطلعنا أيضا على الصورة من هناك نعم أنا هنا داخل مكان حتى يوم أمس الأول مركزا تجاريا بمحله التجارية فإذا به يتحول إلى مركز مؤقت لاستقبال اللاجئين الذين يبقون هنا لبضع ساعات قبل أن يصعدوا على متن الحافلات الفارغة التي كنت أشير إليها قبل قليل ميسون يصلون من أوكرانيا معظمهم طبعا معظمهم لاجئون أوكرانيون لكن من بينهم أيضا لاجئون من أفغانستان والهند وبنجلاديش والكامرون ورواندا والكونغو تشاهدون هنا أطفالا هؤلاء الأطفال ما عدا بإمكانهم البقاء في الخارج في أماكن مفتوحة في وقت تجاور درجة الحرارة الدرجة الواحدة تحت الصفر من هنا عملت الجمعيات الإنسانية على إدخال هؤلاء إلى أماكن مغلقة مؤقتا ريثما يصعدون على متن حافلات تنقلهم إلى مدن بولندية أخرى أو إلى دول أوروبية مجاورة من بينها ألمانيا وتشيكيا وهولندا وبلجيكا وأسبانيا وإيطاليا والدنمارك وأيضا إستونيا ودول البلطيق الأخرى إستونيا لتوانيا ولتفيا نعم شكرا لك حسين قنيبر كنت معي من الحدود البولندية الأوكرانية وأشكر أيضا زملتنا كاتيا تومي كانت معنا من موسكو الأخبار العاجلة ما زالت تتوارد وزير خرجية روسيا يطالب لتفيا استونيا وليتوانيا بحماية سفرات بلاده على أراضيها إذن وزير خارجية روسيا يطالب لاتفيا لتوانيا وإسطونيا بحماية سفرات بلاده على أراضيها قارن مقال لصحيفة The Guardian البريطانية بين التكتيكات العسكرية الروسية في روسيا وأوكرانيا وأشار المقال إلى أن روسيا لن تتردد بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة لتحقيق أهدافها نتابع لم تغادر ما شاهد الدمار هذه أذهان العالم إنها حلب السورية بعد تعرضها لقصف عنيف من النظام السوري وحليفته روسيا مأساة أعادتها للأذهان هذه المشاهد إنها أوكرانيا التي تتعرض بدورها لعملية عسكرية روسية يتخللها قصف عنيف التكتيكات هنا وهناك هي ذاتها بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية التقرير قال إن روسيا بدأت هجومها منذ اليوم الأول في أوكرانيا بوابل من القصف طال مدينتي شاستيا وفولنوفاخا قصف يقول السكان إنه كان انتقاميا وليس فقط للسيطرة The Guardian نقلت عن شهود عيان قيام القوات الروسية برفع العالم في مدينة فولنوفاخا رغم أن جثث سكانها كانت ملقاة في الشوارع سياسة تنتهجها روسيا لاحقا في معظم المدن الأوكرانية خاصة خاركيف والبلدات التابعة لكيف وخيرسون تكتيكات قارنت The Guardian بينها وبين ما حدث في حلب منذ تدخل روسيا في سوريا عام 2015 وقالت إن روسيا سعت في كلا البلدين لاستعمال أسلوب ترهيب المدنيين لأهداف عسكرية The Guardian اعتبرت أن روسيا لم تكن فقط تريد السيطرة في حلب كما الآن في أوكرانيا بل سعت في كلتا الحالتين إلى تدمير البنى التحتية المدنية لإيصال رسالة مفادها أنها لن تتردد بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة لتنفيذ أهدافها مكرم حناوي العربية وصندوق النقد الدولي يسرح بأن العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا خطيرة جدا إذن الصندوق النقد الدولي يقول بأن العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا خطيرة جدا الرئيس الأوكراني قال أن قرار الاستمرار في المفاوضات لم يفصل فيه بعد مضيفا أنه يعمل من أجل مساعدة المدنيين ومن أجل السلام نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الاتفاق الذي تم توصل إليه سيجري العمل به إنها المهمة الرئيسية لهذا اليوم سنرى ما إذا كان بإمكاننا المضي قدما في المحادثات نحن نصلي من أجل جنودنا ومساعدة المدنيين والعمل من أجل السلام المجد لاكرانيا وقال أيضا صندوق النقد الدولي العقوبات الدولية على روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي إذن حسب صندوق النقد الدولي العقوبات على روسيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي دخلت كاميرا العربية إلى أحد المراكز الخاصة بتدريب المدنيين في العاصمة الاوكرانية كي gave على مقاومة القوات الروسية حال استطاعت الدخول لمدن في العاصمة وذلك عبر صنع زجاجات المولاتوف ولكن تعلمين أن الرئيس فلاديمير زيليسكي قد قال أنهم إذا استطاعوا دخول المدن فسيواجهون بمقاومة شعبية وحرب شوارع هذه التجهيزات تأتي في إطار حرب الشوارع والمقاومة الشعبية داخل المدن في حالة استطاعت القوات الدخول إلى داخل المدن هذه الكيميات من المولاتوف توزع على نقاط الارتكاث داخل المدن ونقاط المقاومة الشعبية داخل المدن ليتم استخدامها بعد ذلك لاستهداف المدرعات المختلفة طبعا تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع للمواطنين عن الأماكن الضعيفة في الدبابات مثل منطقة الجنزير في الدبابة تم الإعلان عن أن هذه منطقة ضعيفة إذا استم استهدافها بالمولاتوف وحرقت هذه المنطقة ستعطل الدبابة أيضا المنطقة الأمامية من السيارة المدرعة التي تتحرك أيضا في مكان الماكينة التي تسير بها السيارة إذا تم استهداف هذه المنطقة وأيضا الزجاج الأمامي للسيارة وأيضا المدخل العلوي الفوقي للمدرعات وللدبابات هذه المناطق تم الإعلان عنها ورسمها بشكل واضح للمواطنين ليعلموا أين يتم الاستهدافها قبل أن أذهب إلى ضيفي في دونباس في شرق أوكرانيا الصحفي محمد البابا أيضا تتولى تصريحات لصندوق النقد الدولي حيث يقول بأن أوكرانيا طلبت مساعدة نقدية عاجلة بقيمة مليار و400 مليون دولار إذن هذه المساعدة التي طلبتها أوكرانيا من صندوق النقد الدولي أذهب إليك أستاذ محمد بداية هل يمكن أن تطلعنا على ما يجري في دونباس أين تتركز الاشتباكات والمعارك الآن بداية دوت صافرات الإنزار قبل دقائق هنا في كراماتورسك وفي سلوبيانسك وفي كوستانتينوف مما يعني أنه في أي لحظة كان نتعرض لضربة جوية الطيران الروسي قام بالإغارة على أكثر من منطقة هنا في خطوط التماس بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من الجيش الروسي هناك عمليات كبيرة جدا كان طالب الجيش الأوكراني بوقف إطلاق النار في منطقة فولنوفاخا هذه المنطقة المحاصرة في فولنوفاخا وذلك للسماح للمدنيين بالخروج من تلك المنطقة حسب الاتفاق لوقف إطلاق النار ولكن حتى هذه اللحظة لم تستطع الكوات الأوكرانية وكوات الروسية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالخروج كما في فولنوفاخا أيضا في مدينة ماريوبل نفس المشكلة يعني تعرض الخط السيري الذي كان ممكن أن يمر به السكان الذين سيخرجون من تلك المنطقة هذا الخط أو الطريق الذي كان محدد تم استهدافه بكظيفة هاون وسمع أكثر من مرة رشكات إطلاق النار لذلك عمدة مدينة ماريوبل رفض إخراج المدنيين لأن هناك خطر على حياتهم سيد محمد هل هناك من معلومات إذا ما زالت مستمر المفاوضات أقل له تجاه هذا الموضوع حتى يتم إخراج المدنيين وأيضا موضوع الممرات الإنسانية هل ما زال الحديث بين الطرفين موجود؟ الاتصالات مفتوحة ليس بين الجيش الأوكراني بل من عمدة مدينة فولنفاخة وعمدة ماريوبل هناك تواصل بينهم وبين الجيش الروسي خاصة أنه قبل دقائق كانت قوات الإنفصالين قد استهدفت مستشفى في تلك المنطقة ومما أزم الوضع لذلك يحاول عمدة ماريوبل بالتواصل إلى وقف إطلاق النار على مدة ثلاث ساعات أو أربع ساعات حتى يستطيع إدخال بعض المواد الأدوية والمواد المطلوبة أو إخراج عدد كبير من المواطنين أصبحت الحافلات جاهزة للإنطلاق ولكن ينتظرون الوضع الأمني ووقف إطلاق النار لإخراج المدنيين من تلك المنطقة طبعا أستاذ محمد ما هي الوجهة إذا تم إخراج هؤلاء المدنيين ما هي الوجهة التي سيتجهون إليها يعني هي على مرحلتين المرحلة الأولى ستكون إما مدينة الدين بروفتروست أو مدينة زباروجيا وبعدها إلى المدن الغربية مثل إيفان فرانكو الفيب لوتس إلى تلك المناطق الحدودية مع الاتحاد الأوروبي الآن أيضا هناك أخبار عاجلة تارد على شاشة العربية حسب روترز رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مع الرئيس بوتن في الكريملين إذن رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مع الرئيس بوتن في الكريملين سيد محمد بالنسبة لموضوع العملية العسكرية على الرغم من كل هذه العقوبات هذه العملية ما زالت مستمرة والحديث عن المفاوضات والمباحثات بين الطرفين الأوكراني والروسي أيضا ما زالت مستمرة مستمر هذا الحديث على الرغم من أن الرئيس يقول بأنه غير متفائل بهذه المباحثات ولن يفكر حتى الآن إذا كانت ستستمر أم لا ماذا سيكون المشهد فيما بعد المشهد المقبل الجانب الأوكراني ينتظر التزام الكوات الروسية بما اتفق عليه إذ هو اتفاق مدئي للسماح بممرات أمنية ووقف طلاق النار في المناطق التي سيمر بها السكان الذين سيتم إجلاؤهم من المناطق المحاصرة ولكن حتى هذه اللحظة لا التزام من الكوات الروسية من ناحية أخرى العمليات العسكرية مستمرة اليوم الجيش الأوكراني استطاع في منطقة تشيرنيجيف وفي منطقة سومي تحقيق بعض التقدم وإبعاد الأليات العسكرية الروسية وخاصة المدافع الثقيلة إبعادها على مسافة 5 إلى 10 كيلومتر عن حدود تلك المناطق خاصة أن الجيش الروسي قد نصب مدفعيته التي تكون بدك المناطق السكانية في تلك المقاطعتين أيضا الجيش الأوكراني اليوم أعلن عن إسقاط حوالي أربع مقاتلات روسية وتم أسر مقاتل أو طائرة روسية هذا الربان أو قائد الطائرة سبك وكان موجود في سوريا وله صورة مع الرئيس بشار الأسد لذلك كانت هذه رفعة معنوية للجيش الأوكراني أنهم بدأوا يطالون قادة السرب العسكري خاصة هناك أنباء أيضا عن مقتل جنرال ضابط برتبة جنرال في منطقة جوستوم بالأمس مما أعطى معنويات كبيرة للجيش الأوكراني الجيش الأوكراني اليوم حقق إصابات كبيرة أيضا في محيط منطقة بوتش عندما حاولت كوة من الجيش الروسي الاقتراب واستهدفتها الكوات الأوكرانية المعدات العسكرية والأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا هل مثلا وصلت بمجملها هل يستفيد الآن الجيش الأوكراني منها ومن أجل ذلك ما زال قادر على الصمود في وجه هذه العملية بالتأكيد عندما وصلت المعدات العسكرية قال الرئيس غرد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على تويتر وشكر الدول التي قدمت للأسلحة في سؤالنا للجيش الأوكراني عن أن استطاعت الكوات التي في شرق أوكرانيا في أكثر شرق أوكرانيا هنا في مناطق العمليات في الكوات العملية المشتركة في شرق أوكرانيا أكدوا لي المكتب الإعلامي أنهم أيضا حصلوا على ما يحتاجون إليه من الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدبابات وبذلك استطاعوا بالأمس إسقاط طائرتين مروحيتين وطائرة سخوي 34 وأيضا طائرة سخوي 24 كما في هنا كما في منطقة خاركف التي أيضا الجيش الأوكراني صباحا اليوم قام بهجوم مضاد لإبعاد الآليات العسكرية عن حدود مدينة خاركف ونشح إلى حد ما وهناك مقاطع فيديو تؤكد ذلك ولكن أريد أن أذكر ما حصل في مدينة خرسون لأن قبل هذه النشرة كنت أتواصل مع ضباط الجيش الأوكراني عن دخول الكوات الروسية إلى قاعدة عسكرية وهناك عدد كبير من الآليات العسكرية قال لي الضابط في الجيش الأوكراني أن الجيش الأوكراني انسحب قبل أمس من تلك يعني أخرج جنوده والآليات التي يحتاجون إليها من تلك القاعدة العسكرية باتجاه مدينة ماريوب لأنها أصبحت عرضة لأضغارات الجوية وهذا يشكل قطر على الكوات الأوكرانية نعم أشكرك على كل هذه المعلومات من دونباس شرق أوكرانيا الصحفي محمد البابا وما زالت الدفاع الروسية أيضا تصرح تجاه هذه العملية العسكرية وتقول الآن بأنه تم إسقاط أربع طائرات أوكرانية اليوم الآن من موسكو ينضم إلى ديبلوماسي الروسي السابق سيد ماتازوف هل ما زال هناك إمكانية لهذه المباحثات بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني في ظل هذا التصعيد الكلامي طبعا نحن نتمنى أن تستمر المفاوضات لأن كل الاشتباكات المسلحة كل الحروب لجبا ينتهي بمفاوضات السياسية ديبلوماسية واستنتاج من كل الأعمال الأسكرية هناك أعمال ديبلوماسية حتى الآن مواقف أطراف من طرفين أوكرايني وروسي ما يتفقوا على المبادئ الأساسية أساس وهناك بيّن أن طرف أوكرايني معرّض لضغطات الضخمة من قبل أمريكا أمريكا لذي هي مفتاح لكل الاتفاقيات السياسية لأن حسب الروية الروسية زيلنسكي ليست لديه القرار مفتاح للحالة الأزمة ولكن سيد ماتازوف أيضا الرئيس زيلنسكي يساعد تجاه الغرب لأنهم رفضوا أن يضعوا حظر طيران جوي فوق أوكرانيا ويبدو بأنه هو من يتحب من يتحب قرارات بلاده هذا هو هو طلب مساعدة مباشرة عسكرية من قبل ناتو من قبل أمريكا اتحاد الأوروبي ولكن ما نالا أي شيء هو يتصرف أن يجي عمه ويساعده في حال المشكلة وبديلا لهذا هم يعطوا إليه نصيخة أن يكونوا سامدا ونحن نرسل لك السلاح فتاح ومعاصر وأنت سوف تكافح الجيش الروسي سيد ماتازوف الأمور البديهية في هذا الاتفاق الآن هو الموضوع الإنساني والممارات الأمنية وحتى الآن لم تبدأ هذه العملية حسب الأوكرانيين يقولون بأن لأن القصف لم يتوقف وتبادل إطلاق النار لم تتوقف في مدينة ماريوبل هناك حسب معلومات متوفرة علينا اليوم في مدينة ماريوبل فتحوا ممار الإنساني إجوا خمسة عائلات فقط كل الآخرين كما قالوا هذا خبر الرسمي لا يسمحوا على هالي أن يخرجوا من المدينة لماذا؟ لأن هذا درع درع بشري إذا ينصحبوا سيكون هناك فقط القوات المسالحة أوكراينية وليس جيش أوكرايني أما في كتائب الزوف ودنباس تمثلوا ليست جيش النظامي ولكن كتائب حجد الشعبي كما يقولون وكلهم بأغلبيتهم بمزاج التطرف ومتشددين كما يعتبرون عندنا وهم لا يستسلموا ويعرفون النتائج شكرا لك ولذلك هم لا يحبوا أن يبقوا لوحدهم شكرا لك من موسكو ديبلوماسي روسي سابق ويمنع خروج على المشاركة معنا شكرا لك شلت هدنة روسية أوكرانية في مدينة ماريوبول التي كنا نتحدث عنها الآن جنوب شرق البلاد التي كانت تنص على وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإخراج المدنيين العليقين بعد أن حصرت المدينة ومناؤها بشكل كامل وزير الخارجي الروسي سورجيلا بروف اتهم الجانب الأوكراني بأنه أفشل المهمة بعد أن أعلن مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية أن روسيا لم تحترم وقف إطلاق النار وأنه أمر بوقف إجلاء المدنيين دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج من مدينة ماريوبول الأوكرانية بما في ذلك موظفو المنظمة وأسرهم وقالت مديرة العمليات في المنظمة في بيان نشرته المنظمة أن السكان محاصرون الآن فعليا في المدينة نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من أسبوع عقب بداية الحرب الروسية على أوكرانيا قالت إيران أن مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات على موسكولان تضر بتعاونها مع إيران أمر غير بناء للمحادثات بين تهران والقوى العالمية والتي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي وفق تصريحات مسؤول إيراني لرويترز يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه روسيا أن العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب السرع في أوكرانيا أصبحت حجرة عثرة في الاتفاق النووي الإيراني ونبهت الغرب إلى مراعاة المصالح القومية الروسية من لندن ينضم إلي عارف نصر الباحث في الشأن الإيراني أهلا أستاذ عارف معنا إلى أي حد هذه الحرب في أوكرانيا أثرت أيضا على موضوع الاتفاق النووي وخاصة بين إيران وبين روسيا تحياتي لك ولمشاهديك الكرام نحن نتذكر جيدا بأن باتفاق 2015 سيرجي لفروف أيضا كان له موظف مشابه وهو الوحيد الذي لم يحضر بجلسة التوقيع لذلك أنا أعتقد بأن هذا التصريح الروسي وإن كان متوقع لأن ليس من مصلحة روسيا أن تصل بهذه المرحلة الحساسة إيران مع الغرب إلى اتفاق لكن لا أعتقد بأنه عمليا هذا الموقف الروسي سوف يمنع الاتفاق لماذا قالت روسيا بأنه سيكون حجر عثرة تجاه هذا الاتفاق الواقع بأن هذا الأمر الناتج من أن ربما الاتفاق سيتيح ربما بجانب منه يتيح إلى الغرب بأن يستمد الطاقة من الجانب الإيراني خاصة وإن إيران لديها احتياط غاز في الشمال ممكن أن يعوض جانب من الغاز الروسي هذا جانب والامدادات النفطية الإيرانية أيضا لها دور كبير جدا لكن إيرانيا أنا أعتقد بأن إيران دائما لا تعتبر روسيا حليف كامل لها وإنما نصف حليف فقط جانب الثاني الاختصاد الإيراني لا يتحمل عقوبات أكثر ولا يحتمل استمرار هذه العقوبات لذلك أتوقع بأن بالإمكان تجاوز هذا المطالب الروسي ولكن هل بأعتقادك أن أي توتر بين روسيا وإيران لن يؤثر على هذا الاتفاق وخاصة بأن روسيا لاعب أساسي في الضغط على إيران للقبول ببعض الأمور أو ببعض السروط التي لم تكن تقبل فيها قبل الواقع يعني من خلال التصريحات الأخيرة التي رأينا فيها تذبدو بالمواقف باتجاه الحرب الروسية الأوكرانية يبدو بأن إيران حتى إذا اختارت أن تكون ضد الغرب أو ضد روسيا تختار ربما أن الخلاف يكون مع روسيا ذلك إن الخيارات الروسية تجاه إيران أغلب كثير من الخيارات الدول الغربية والعقوبات التي تؤثر على الاختصاد الإيراني أمريكيا وغربيا أكثر بكثير لذلك أنا أعتقد بأن التوجه إلى اتفاق نووي بهذه المرحلة الحساسة هو خيار إيران استراتيجيا أكثر من الخلاف ربما مع الجانب الروسي هل نفهم من حديثك أنه من الممكن أن تضحي إيران بعلاقتها بروسيا من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الواقع أعتقد بأن ليس ضمن الخيارات أن يكون هناك تضحية لهذه العلاقات إنما خلافات وهذه الخلافات موجودة بعدة مواطن نحن نتذكر بأن روسيا كان لها موقف متشابه مثلا من غصف الغوات الإيرانية في سوريا وروسيا لم تحرك ساكنا وهذا لم يؤدي إلى أن تكون تضحية إلى هذه العلاقات لذلك هذه الخلافات ليست استراتيجية وإنما ممكن احتبارها اختلاف مصالح شكرا لك من لندن عرف نصر الباحث في الشأن الإيراني على المشاركة معنا قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن أي محاولة لفرد حضر طيران فوق سماء الأوكرانية ستتعامل معها روسيا على أنه تدخل مباشر في الحرب وأكد بوتين أثناء لقائه عددا من طلبات الطيران في موسكو أن الدفاع الروسي اتخذت قرارا بتدمير البنى التحتية العسكرية الأوكرانية لا أشك أبدا بنجاح عملياتنا العسكرية فهي تمشي وفق الخطط التي وضعت لها منذ البداية وستحقق كل الأهداف المرجوة منها لدينا القوة الكافية لتنفيذ العمليات والمهمات التي وضعناها للقوات الروسية اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الروس من تأثير العقوبات علينا وسنفاعل التأمينات الاجتماعية لكل المتضررين من المستحيل فرض حضر طيران في السماء الأوكرانية وأي محاولة لفرض حضر طيران جوي من أي طرف سنعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب أوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن العقوبات على روسيا في ضوء عمليتها العسكرية في أوكرانيا لا تعني عزلها وأن الغرب ليس كل العالم مضيفا أن أي عقوبات أمريكية على صادرات الطاقة سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي كريملين أشار إلى أن قنوات الحوار مع أمريكا لا تزال متاحة فيما برر الكريملين إصدار القانون الجديد الذي قد يؤدي إلى السجن في حال نشر أخبار كاذبة عن الجيش برر ذلك بأن البلاد تواجه حربا إعلامية ولا بد من قانون صارم لمواجهة الأخبار الكاذبة ضد روسيا لفروف عضاف أن الناتو لن يتدخل في النزاع بين روسيا وعوكرانيا مؤكدا في ذات الصدد أن الناتو لن يقاتل روسيا زيليسكي يتحدث أيضا بلهجة حادة ضد المسؤولين الأوروبيين يحملهم الذنش أنهم لا يتصرفون هو ينزعج من الناتو لأنه لا يعيره اهتماما لا يسمع تلك التأكدات من واشنطن من باريس ومن لندن بأن الناتو لا يعتزم أن يتدخل عسكريا في هذا النزاع ولن يقاتل روسيا العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لم تفلح حتى الآن عن ردعها لم وصلة عملياتها العسكرية وباتت واشنطن والغرب أمام معادلة صعبة بعد أن أصبحت جعبتهم شبه خاوية من الخيارات عقوبات وصفها الغرب بالخانقة لكنها لم تفلح بوقف العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا بل على العكس باتت أوروبا تتحسب أن الأسوأ في أوكرانيا لم يأتي بعد وباتت جعبة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين شبه خاوية من الخيارات فمن البداية فرض الغرب تدابير قصوى شملت عقوبات غير مسبوقة على النظام المالي الروسي عقوبات على الأثرياء الروس المقربين من بوتين حصارا جويا شاملا على روسيا حظرا على صادرات التكنولوجيا الحيوية إقصاء روسيا من كبرى المسابقات الرياضية انسحاب عشرات الشركات الغربية من البلد العقوبات استثنت قطاع الطاقة والآن تتعرض إدارة بايدن لضغوط من الكونغرس لفرض عقوبات على هذا القطاع وعلى المصارف المرتبطة بقطاع المحروقات خيار آخر يتمثل في فرض حظر جوي بالقوة في أجواء أوكرانيا الرئيس الأوكراني انتقد بشدة رفض النيتو لفرض هذا الحظر لكن موقف الحلف العسكري واضح برفض التدخل عسكريا في أوكرانيا دول الحلف ليست ضمن النزاع في أوكرانيا والحلف لا يسعى للحرب مع روسيا نحن متفقون على عدم تحليق طيران الحلف في أجواء أوكرانيا والناتو رفض طلب أوكرانيا فرض حظر طيران فوق أجوائها ومع صعوبة الخيارات الأخرى يبدو الخيار الأكثر نجاعة وسهولة للأوروبيين هو مواصلة تسليم أسلحة إلى القوات الأوكرانية وهي المعدات التي قد تتسبب في خسائر للروس وخاصة الصواريخ المضادة للدبابات أو صواريخ استينجر المضادة للطائرات أكد مصدر من الجيش الأوكراني وصول المساعدات العسكرية الإضافية التي منحتها الدول الغربية لأوكرانيا وتضمنت صواريخ ومعدات ثقيلة تركز بل تركز توزيعها بشكل أكبر في كياذ فيما رفضت معظم دول النيتو منح أوكرانيا مقاتلات حربية عدة ثلاث دول هي بلغاريا سلوفاكيا وبولندا التي قدمت مجتمعة نحو سبعين طائرة من تيرازميك 29 وصخوي 25 تواجه عقبة التسليم والتشغيل في وقت يضغط الرئيس بوتين على الغرب والسيامة في مكالمته الأخيرة مع الرئيس ماكرون على عدم تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة بحسب المصدر حتى قبل أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا رفع الغرب ورقة الدعم لكييف مئات ملايين الدولارات الفتاكة قبل الحرب كانت 90 طن من الأسلحة من أمريكا وحدها وبالطبع الغرب لاحق قائدة النيتو لكن قوة برية من 190 ألف جندي روسي ومقاتلات تقصف من الجو تحتاج المزيد لردعها خاصة وأن هدف روسيا الأول كان بنية أوكرانيا العسكرية في كييف وفي الثاني من مارس أربع غارات على مطار جيتومر العسكري دمرت تسعة أطنان من المساعدات العسكرية البريطانية هي من ضمن الخسائر الضخمة في أيام الحرب الأولى لكن الإمدادات الغربية لم تتوقف عشرون دولة من النيتو ضخت المزيد من الأسلحة أمام الآلة الروسية الماضية في تقدمها أمريكا 350 مليون دولار إضافية تضمنت المزيد من صواريخ جافلين السلاح الجيش الأوكراني الأبرز في مواجهة الروس كندا 450 مليون دولار ومعها الاتحاد الأوروبي ب400 مليون يورو وبريطانيا شاركت بألفين صاروخ من طرازي أنلو أو Next Generation Light Anti-Tank ويبن المضادة للدبابات حجم العتادي بالطبع مقياس للدعم الغربي لأوكرانيا لكنه ليس الوحيد هناك دول غيرت عقيدتها السويد وفنلندا نزعت ثوابتها السياسية بتجنب الصراعات وأرسلت آلاف الصواريخ المضادة للدبابات وأخرى محمولة على الكتف لكن التحول الأكبر كان في موقف ألمانيا المتحفظة من إرسال الخوذ قبل الحرب إلى إمداد كييف بألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات صواريخ ستنجر أرض جو ومدافع حوتسر ومدرعات وهناك أيضا صواريخ وستريلا المضادة للطائرات قيد الدراسة وصلت المساعدات بحسب الجيش الأوكراني وتركزت بشكل أكبر في العاصمة كييف لكن هل هي كافية لصد جيش أبطل ترسنتها الهجومية الأولى الغارات الروسية لم تترك سوى إثنتي عشرة طائرة مقاتلة أوكرانية في الخدمة أعطبت ستين مقاتلة ودمرت جميع مدارس المطارات العسكرية تقريبا بلغاريا بولندا وسلوباكيا الدول الوحيدة التي وافقت على تعويض الخسارة لكن بولندا المانحة ترفض أن تكون محطة وصول المقاتلات كما ترفض بشدة انطلاق العمليات الأوكرانية الجوية من أراضيها رفض قد لا يكون قرارها وحدها فعضو الناتو لا يتحرك منفردا ولا يتحمل قراراته وحده اشتركوا في القناة قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن موسكو لديها القوى الكافية لتنفيذ كافة المهام التي وضعتها للقوات الروسية في أوكرانيا وأكد على أن أي حظر للطيران على روسيا سيلحق ضررا بالاقتصاد العالمي هيئة الأركان ووزارة الدفاع اتخذتا قرارا بتدمير البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا نحن دمرنا الكثير من المستودعات في أوكرانيا التي تضم أسلحة غربية أما بخصوص فرض عقوبات على الطيران الروسي فهي لن تضرنا وحدنا خطوة كهذه ستلحق ضررا بالاقتصاد العالمي ككل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحرس الروسي الشيشاني يجد صندوق مليئة بالعملات الأجنبية وضع عليها شعار الصليب الأحمر الدولي في أحد المخابئ التي تم طرد الأوكرانيين منها السلام عليكم سائب المترجمات الجديدة نتابع هذا الفيديو الذي نشرته وسائل أعلام روسية لسيطرة قوات روسية على قاعدة جوية جنوب أوكرانيا خارج خيرسون وطبعا خلال هذه الساعة الإخبارية كنا ذكرنا في خبر عاجل بأن دفاع روسية تحدثت عن السيطرة على قاعدة عسكرية خارج خيرسون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى جانب الحرب العسكرية التي تدور على الأراضي الأوكرانية تدور حرب أعلامية بين روسيا والغرب في أحدثها حضرت موسكو مواقع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا بعد حضر الاتحاد الأوروبي بث كبرى القنوات الروسية على أراضيها هذه نبذة من تغطية القنوات الأوروبية في أول يوم للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وهذه أمثلة لتغطية القنوات الروسية حرب إعلامية إذن بكل معنى الكلمة فالإعلام أصبح سلاحا فتاكا تماما مثل الدبابات والرشاشات والقنابل إن لم يكن أشد خطورة حرب تخوضها روسيا مع الغرب سواء مع وسائل إعلامه أو وهو الأشد تأثيرا وسائله للتواصل الاجتماعي سكان روسيا استيقظوا اليوم على حظر تام لمواقع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مع تكثيف السلطات قبضتها على تداول المعلومات خطوة جاءت في سياق الحرب الإعلامية التي بدأتها أوروبا مع موسكو بعد أن حضرت عددا كبيرا من وسائل الإعلام الروسية من البث في الدول الأوروبية فمنذ أيام أعطت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحظر بث وسائل الإعلام الروسيتين الكبيرتين سبوتنيك وأر تي على أراضي التكتل ردا على القرار الأوروبي المفاجئ فرضت السلطات الروسية قيودا على الوصول إلى موقع خدمة بي بي سي ودويتش فيلا وإذاعة ليبرتي ضمن قنوات أخرى الحظر الروسي طال قنوات داخليا أيضا حيث استقال طاقم عمل القناة التلفزيونية الروسية المعارضة رين تيفي بالكامل أثناء بث مباشر بالكلمات الأخيرة لا للحرب هذه الحرب الساخنة وصلت إلى ردهات البرلمان الروسي الذي أقر قانونا يعاقب أي شخص ينشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة الروسية بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عاما قانون أقر بالإجماع وقبل بترحيب وحماس كبيرين ضجت بهما قاعة البرلمان قبيل الخطوة الروسية بحظر تلك المواقع بأكملها كانت دخلت على ساحة هذه الحرب الإعلامية مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلن تويتر أنه سيضع علامة خاصة على المواد المرتبطة بالحكومة الروسية أو الغربية تظهر مباشرة تحت اسم الحساب أما فيسبوك فرفضت طلباً روسياً بإزالة عملية مراجعة وتدقيق المحتوى التي تقوم بها المنصة إذن جانب آخر للأزمة الروسية الأوكرانية الغربية جانب خطير متعلق بحظر المعلومات التي يحتاجها العالم الآن ربما أكثر من أي وقت سبق لين حسب الله العربية أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن 66224 أوكرانية نعاد من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية التي تنفذ عملية عسكرية في بلاده وعضف الوزير قائلاً أن الرجال عادوا من الخارج من أجل الدفاع عن بلادهم فنحن لا نقر الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيراً هذا ما صرح به فليب بو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة جراندي أضاف أن عدد اللاجئين الفرين من الغزو الروسي في الوقت الراهن مليون وثلاثمائة ألف وقد يصل إلى مليون وخمسمائة ألف بحلول مطلع الأسبوع مضحاً أن هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومحذراً في الوقت ذاته من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيداً هذه التغطية مستمرة ولكن بعد لحظات مع الزميلة ميسون عزام اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة